اشتركوا في القناة ممكن نعرض الاختصارات لبرامجنا وكيف نقدم سطح المكتب بافضل طريقة احترافية من خلال شريط اختصارات جدا جميل ورائع طيب اول شيء طبعا هذا الموقع رح يكون رابط موجود في صندوق الوصف معنا اسفل هذا الفيديو رح نحمل اداة مباشرة من خلال هذه الروابط طبعا هذا هو الموقع الرسمي لبرنامج الوين ستيب او البرنامج المعروف بالنكساز تمام في عندك نسختين منه ومنها المجانية ومنها المدفوعة نحن الان رح نشتغل على نسخة المجانية بالضغط على مفتاح الداون لود لحتى نبدأ بتحميل الملف التنفيذي لتنصيب البرنامج باختار مسار وليكون الديسكتوب او باختار الداون لود اي مكان وانقر على المفتاح سيف لحتى نبدأ بتحميل البرنامج ونستيب نكساز وباحدث اصدار ونسخة الالوة طبعا هي النسخة المجانية ورح نتعلم بلقاء بسيط كيف ممكن نطلع الايقونات على شريط الاختصارات بافضل طريقة ممكنة طيب بعد ما والان بعد ما تم تعمل التحميل رح نقر على السهم الموجود نعطي عرض في المجلد او انك ستتوجه مباشرة الى مكان يعني التحميل طبعا نحن رح نفك الضغط بداية عن البرنامج بنقر باليمين بنختار فيعطيني مجلد بنفس اسم تماما اقوم بتنصيب البرنامج بخطوات جدا بسيطة بنعطي يس اي اكسيبت نيكست 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 ومن ثم انستول فما نلاحظ خطوات تنصيب جدا بسيطة وعادية ما في اي شيء من الشيء اللي بيعزب اي حد من نترك الخيار الموجود يعني تشغيل البرنامج وانكر على المفتاح لحتى يقوم نظام التشغيل بتشغيل البرنامج للمرة الاولى طبعا هذا هو الشكل الافتراضي لشيء الاختصارات بكل اختصار رح انقر باليمين وبتوجه الى النيكست بهذا المكان وبتوجه الى التفضيلات لحتى يعطيني نافست الاعتادات اول شيء رح اكون بتغيير اللغة الى الانجليش وانا هذي نصيحتي للكم عشان يكون كل الاوامر ظهرة عندكم بطريقة جميلة ومفهومة رح نبدأ بعض العادات البسيطة يعني على سبيل المسال عندي الموضع رح نختار مثلا بطن بالاسفل بعطي ابلاي حتى نشوف معينة تمام بتوجه مثلا الى تبويب الاخر مثلا عندي الحجم تمام كمان نعطي ابلاي تمام عندي ذيمس اللي هي السمات رح نشوف عدة اشكال بيقدم لي اياها جازة حتى هذه القوالب كلها مجانية او ستايلات مجانية خلني اخترع سبيل المسال هذا النموذج وانقر على ابلاي بنرجع الى الايفكتس اللي هي التأسيرات تمام فهذه التأسيرات عند المرور وعند الحركة وعند الفتح وكزا كيف يكون حركة الكل ايقونة فانت بتقلب اه مسلا بتشوف بعض الاشكال ببساطة وليكن تعتمد هاد مسلا نفس المبدأ هون وليكن على سبيل المسال خلني اختار هاد وعندي هاد اللمعان وعندي هاد الضوء الناري وانقر على ابلاي بس يلي انتهيت بننقر على اوكي خلاص الان الشريط اصبح جاهز وجميل وكل خياراته جاهزة ورائعة تمام الان بكل بساطة بجي بحدد كل الاختصارات الموجودة عندي على سطح المكتب او اني انا بضيفها باماكن معينة وبقوم بسحبها خلني اشتغل على عجل كل هذه الاختصارات اعتقد انا محتاجها ما عدا هذا المجلد وهذا هذه الايقونة البرنامج طبعا ان هي موجودة ابتداءا والملف المضغوط وعندي صورة ماني محتاجن ما تبقى بنقر مع السحب وبضع مسامل بالبداية وهذه اسرع طريقة لترتيب الاختصارات انا كنت محمل صورة من قبل شوي من احد المواقع راح انقر باليمين وبتوجه الى ست اه ديسكتاب باكراون يعني جعلها كصورة خلفية الان راح انقر باليمين وتوجه الى فيو وبعطي شو ديسكتوب ايقون يعني اظهار ايقونات فى المكتب بقوم بالغاء التنشيط لحتى يتم اخفاء ايقونات سطح المكتب واذا حبيت تنقر باليمين وتتوجه الى خصائص شريط المهام ومنعطي اخفاء تلقائي او اظهار تلقائي او اخفاء وازهار تلقائي للشريط المهام فبيبقى عندك بخطوات بسيطة سطح المكتب احترافي للغاية طبعا الموقع اللي بحمل منه صور مجانية راح ترك لكم بصندوق الوصف رابط لتمام لهذا الموقع خلي اختار مثلا هذه الصورة كمان نجرب عليها وبختار دقة عالية نختار مسار ولا يكون عندي بالتسجيلات خلي انقر على ونعطي فتح الصورة في المجلد انقر باليمين عليها ومنعطي ايضا لحتى نضعها كخلفية ومن الان ما نسكر روافزنا راح نشوف الان سطح المكتب بحلة جميلة ورائعة للغاية اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع ودائما تعطوا افضل انطباع عن انفسكم وعن انظمة الحواسيب اللي انت بتديروها فلا تعتمد الاشياء التقليدية قم بتخصيص كل ما تحتاج من بروغرام وديسكتوب وكل الشيء على مزاجك وعلى هواك. القاكم على خير ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة